ده ديف البطل بتاع فيلمنا اما ديفة بتكون شاينة وفيلمنا بيبدأ وبنعرف انه شخص تافي ومستهتر واي حاجة بيعملها في حياته لازم يكون فيها متعة وإصارة وفيهم بياخد صاحبه وحبيبته بيساعدهم يهربوا علشان يجوزهم لبعض واول ما بيشوف شاينة بيعجب بها جدا وشكلها داخل دماغه وبيعرف انها صاحبة العروسة وهي ما بتكونش متقبلها وبعدها بيكلم ام العروسة وبيقولها بنت قريحة المعبد علشان تتجوز وفي الطريق بيشوف الطفلة جامكي بتلم تبرعاته وبيديها فلوس وبعدها بيوصلوا للكاهن علشان مرسم الزفاف ولما بيسألوا عن عقد الزفاف بيمثلوا نضاع وبيستنى امها توصل للمعبد وساعتها بيرميل صاحبه علشان ياخده ويلبسه في رقبت مراته وصاحبه بيسأله ازاي تبلغ امها وفي نفس الوقت عايزنا نتجوز فبيقولهم علشان بيحب المتعة والإصارة والعروسة بتشكره لانه بزكاة واكبر امها تحضر الجوازة غصب عنها لكن شاينا شايفها واحد مجنون وتصرفاته كلها غريبة وام العروسة بتقوله انا عضوه في البرلمان وفي يوم هخليك تتزل وتتهان وتركع تحت رجليه وهو بيفضل يضحك على كلامها ومش فارق معاه وبنعرف انه لما تولد كان عمال بيدحك وكل الاطفال بتشرب لابا وهو بيلعب وكان بيسوء العجل على اسطح المنازل بيجانب انه زكي جدا وبيقدر يستخدم ايدل اتنين في وقت واحد وبيحب المغامرة في كل حاجة بيعملها في حياته وتاني يوم الطفلة جامكي بتلم منه تبرعات كل ما بتشوفه وبعدها شاينا بتكون موجودة في الكافيه وهو بيروح لها وكالعدد بيفرد نفسه عليها وبنعرف انها دكتورة نفسية وبتحذرها علشان يبيد عنها لكن بيلقي شباب بيضايقوا بنات والناس بتتفرج ومحدش عايز يساعدهم فبيروح ورا شاينا وبيقول لها انا بحبك فبتقول له وانت بالنسبة لي صداع وبعدها بتسيب المكان وتمشي وبيرجع الكافيه وبيضرب الناس اللي كانت بتتفرج على البنات وبيقول لهم ازاي مش عايزين تساعدوهم ومحدش حاول يدافع عنهم وبعدها بيفضل يهزق في الشباب اللي كانوا بتحرشوا بالبنات وساقاتها بيدربهم وبيخليهم ينداموا على كل تصرفاتهم والناس بتصور كل حاجة بتحصل ووقتها الشرطة بتوصل للمكانه بتقبض عليه وتاني يوم الفيديو بينتشر على اليوتيوب وشاينا بتشوفه وبيبان وقتها انها بدأت تعجب بي فبتقرر تروح الاسم علشان تخرجه وهو بيقول لها اخيرا واقعتي في حبي وبيفضل يعكسها وبعدها ابو بيوصل للمكان بالموتسكل بتاعه وبنكتشف انه مجنون زي ابنه وبيفضل يضرب فيه علشان عمله مشاكل وبعدها بيروح البر وبيذكره هم اللي كنين وديفي بيديها رسالة وبيقول لها تقرأها بعدين ولما بيفكدوا الوعي بسبب الخمرة بيكون كاتب لها انوانه في الورقة علشان تروحهم وللاسف اول ما بتوصلهم بتلاقي امه بتختلفش عنهم وكأنها جينات ومتورثة في العيلة وهي هناك بتشوف الشهادات بتاعته وبتعرف انه دايما متفوق ولما بتسيب البيت بتكون سرحانة وشكلها وقت في حبه ومع الوقت بيقربوا البحض جدا وكل واحد فيهم بيتعلق بالتاني وبيتفقوا على الخطوبة وتاني يوم بيقابل ابوها علشان يطلب اديها وبيسألوا ليه سبت 32 وظيفة قبل كده فبيرد بكل برود وبيقول له علشان ملقيتش فيهم الموتعة والقصارة اللي عايزها فبيقول له ممكن تتفرج على البيت علشان شكلك هتيش معنا بعد الجواز ووقتها بيحس بالاهانة وبيسيب المكان ويمشي وشاينة بتروح وراه وبتقول له لازم تلاقي وظيفة فبيقول لها من بكرة هتلقيني شغال وفعلا بينفس كلامه وبيشتغل في معمل كيميائي وبتقدم له هدية عبارة عن قلادة وهو بيكون فرحان جدا بيها وبعد فترة شاينة بتكتشف نساب الوظيفة وبتسأله انت ليه عملت كده فبيقول له علشان ملاقيتش الموتعة والقصارة وحياتي بقت جحيم فبتفضل تزعاقله علشان فاشل ومش عايز يتحمل مسئولية وبتقول له شكلك قررت تهتمد على فلوسي وتعيش في بيتي بعد الجواز فبيتداق جدا من كلامها وبيرفض انها تتأسف له وبيقول لها لازم نبعد عن بعض وبيعرفها لو النجاح بالنسبة لها متمثل في الفلوس فمتاقته من النهاردة يكون غني وساعتها بيسهب المكان ويمشي وبعد ما بيعدي سنة بتكون موجودة في اوروبا وابوها بيحاول يقنعها انها تتجوز وبيقول لها تقابل ابن صاحبه هيمانشو وتروح تستقبله في محطة القاتر وتتعرف عليه وبالرغم من انها معترضة لكن بتوافق في الآخر ولما بتقابل هيمانشو بنعرف ان هو ظابط وكانوا صحاب في وقت الطفولة وبيقول لها انا مجبر زيك ومش عايزة تجوز دلوقتي وللأسف بيشوفها زعلانة وبيعرف ان فيه في حياتها حد تاني وبتبدأ تحكي له كل حاجة حصلت مع ديفي وازاي سابوا بعض وبقالها سنة ما تعرفش عنه حاجة وبتكون زعلانة ومتأثرة جدا وفي الوقت ده بيقول لها انا كمان في حياتي حد لكن بكرهه وبيعرفها انه ظابط شرطة ناجح وحل قضايا وابض على مجرمين كتير وخد ميداليات وتكرم بسبب شجاعته لكن فيه حرامي مقدرش يمسكه مش عارف هو مين وسرق اكتر من 700 مليون وبالناس بليهم هو شبح ومسمينه الشيطان وبيتدح لنا ان هو كمان بيتكلم عن ديفي حبيب شاينا لكن هم الكنين ما يعرفوش وبيكون متجمع مع الزباط وبيقول الشيطان بيسرق الناس المشاهير وكل عملية الصات وكانت فأوقات المهرجانات وتاني يوم بيكون عيد الاضحى والمسلمين بيصالوا وهو بينفذ السرقة بتاعته لكن بيلاقي الزابط موجود قدامه فبيركب العجلة وبيحاول يهرب وهو بيكون وراه عايز يمسكه وللأسف ما بيكونش عارف لحد ما بيطلع السلاحه وبيضربه بالنار وبيسيبه في دراعه ومع ذلك بيهرب في اللحظة الأخيرة وتاني يوم بيبعط للزابط هدية ولما بيفتحها بيلاقي القناع بتاعه وصور الواحد هيسرق منه 50 مليون ربيع وبيقوله مستنيك تقبض علي فبيدوره في كل الملفات وبينشر صورته في التلفزيون لحد ما في النهاية بيقدروا يقبضوا عليه وبيقول لهم أنا ساعي وبعمل شاي ومش لاقي ياكل ومستحيل يكون معايا 50 مليون وده بيخلي الزابط يسيبه يمشي وبيقول رجالته انهم يرقبوه والساعي أول ما بيخرج بيحاول يطمن على فلوسه وساعتها ديفي بيكون وراهم رقبو وأول ما بيوصل للمكان وبيلاقيهم انهم موجودين بيتفاجئ ان ديفي وراه بيقدر ان هو يضربو ولما الساعي بيفوق بيلاقي الفلوس مسروقة والزابط بيضربو بالقلم وبيسألو ليه ما عرفتنيش الحقيقة من الاول وبعدها بنعرف انها بتاعت الوزير والزابط بيضربو هو كمان علشان بيزعق لي وفي الوقت ده ديفي بيكلمو في التليفون وبيشكره علشان ساعدو وبيقول انا كنت عارف ان الفلوس مع الساعي وما كنتش عارف هوم خبيها فين فبيقولو قريب هقبض عليك وهرميك في السجن فبيتريع عليه وبيقولو انا لو وقفت قدامك وحضنتك مش هتقدر تعرفني وبلاش تكون لوزر وبيكررها كذا مرة وده بيخلي الزابط يحل شفرة الكلمة وبيعرف انها بتدل على رقم رحل الطيران رايحة لدولة بولندا وفي الوقت ده بنرجع لوقتنا الحاضر وهو وقف مع شاينة وبيتعاحد بانه هيقبض عليه وسقاتها ديفي بيروح لهم وبيسألهم على عنوان الدكتور انصاري وشاينة بتتفاجئ اول ما بتشوفه قدامها وهو بيمشي وما بيكونش فاكرها خالص وتاني يوم بتكرر تروح للدكتور انصاري وبتكتشف ان ديفي موجود في بولندا علشان يتحالج لانه وقع من الدور السابع وفقد الزاكرة وبتعرض انها تاخده للبيت بتاعها وهو بيكون موافق ووقتها بتروح تشوفه وهو كالعدم استغرب يمين ومش فاكر حاجة من ماضي وبعدها بيكلم الدكتور جايانت اللي موجود في الهند وبيشكره علشان زور له التقرير التبية وبيساعده ينفس خطته وبيروح مع شاينة البيت وبتعرف عليه منشو وبيكتشف ان هو ظابط وبدل ما يسلم عليه بيحضنه وبينفس كلامه لما قال له هكون قدامك وحضنك ومش هتقدر تتعرف عليها والظابط بيروح مقر الشرطة وبيعرف ان شيف هو هدف الشيطان الجاي لان كل الناس اللي سرقهم كانوا على علاقة بيه وهيكون في بولندا كمان يومين مع عام وزير الداخلية وفي نفس الوقت شيف بيدخل المستشفى وبتكون حالته حرجة جدا وللأسف ما بيقدرش ينكزه حياته وبيموت والدكتور جهانت بيقول له ازاي تموت والمهمة لسه مخلصتش لكن بعدها بيتفاجئ انه لسه عايش وبنتجف انه بيقدر يحبس انفاسه لمدة 15 دقيقة وقاتع بيقرر يموته علشان رافض يقول من الشيطان وبعدها بيلاقي ديف في رايب الفندق وبيصوره وبيرجع البيت وبيحط خطته علشان ينفذها ولما بيكون في الشارع بيلاقي الزابط في الجريدة وبيقول انه هيبض على الشيطان وهو عمال بيدحك على كلامه فبيكلمه في التليفون وبيفضل يتاريق عليه وبيقول له مستحيل تقبض علي لكن بيقدر يحدد الموقع اللي بيتكلم منه وفجأة الشرطة بتوصله وبتحصر المكان وهو متضايق ومش عارف يتصرف ازاي فبيمسك المسدس وبيهدد هيئة لنفسه وبيخليهم ينزلوا الاسلحة بتاعتهم وساعتها بينط من فوق الكوبري وبيقدر في الاخر يهرب وبعدها الزابط بيلاقي القلادة اللي ادتهله شاينة وبيقرر يخدها وتاني يوم وزير الداخلية بيوصل بولندا وبيكون معاه ابن اخو شيف والزابط بيحاول يطمنهم بانه هيقبض علي الشيطان ولما بيجي الليل ديفي بيروح للزابط وبيكون معاه خامرة وبيخليه يذكر علشان يقول له كل حاجة عن المهمة وازاي هيقبض علي الشيطان وبيعزمه على حفلة بكرة علشان يشوفه وهو بيمتسر عليه وفعلا بيجي معاد الحفلة والمكان بيكون متأمن كويس وديفي بيستعد وبيلبس البادلة وبيكون جاهز وبيخاب المسدس اللي معاه وبيحط الرصاص مكان صباع الروج وبيوصل للحفلة وبيكون معاه شاينة وبحركة زكاء بياخد شنطتها وبيحط فيها صباع الروج ولما بيتفتشوا الزابط بيجي لهم وبيخليهم يعدوا من الأمن وبعدها بيشوف شيف هناك وبيروح يتكلم معاه وكانوا واحد من معجبيه وساقاتها بيلاقي سايب الحفلة وماشي وبحركة زكاء تاني بياخد الرصاصة من شنطة شاينة وفي الوقت ده الشرطة في الهند بتكلم الزابط وبيقدروا يعرفوا البنت اللي اشترت القلادة وبيقولوا اسمها شاينة وقبار مفاوض براجيش وعيش في بولندا وساعتها بيتفاجئ وبيربط الأحداث كلها ببعض وبيتأكد ان الشيطان هو ديفي وشاينة بتكون حبابته وساعتها شيف في ياخد راشوة 50 مليون علشان يدخل أدوية فزدة للهند ووقتها بيوصل ديفي وبيسيطر عليهم وبينشر الغاز في المكان علشان يسرقهم لكن شاينة بتقف قدامه بتقدر تكشفه والزابط بيوصل للمكان وعايز يقبض عليه فبيهدد بانه هيموتها لو قرب منه وبيقولوا لو مش مصدقني بص في عناي وانت هتتأكد وشاينة متفاجئة ومش قادرة تصدق ان هو حبيبها وبعدها بياخد خرطوم المطافي وبينط من فوق المبنى وبيركب الأوتوبيس وبيمشي في شوارع المدينة والشرطة بتطردوا في كل مكان لكن محدش بيقدر يمسكوا وساعتها بيفجر وبيضمر الطيارة بتاعتهم وفي النهاية بيلاقي نفسه متحاصر والزابط واقف قدامه وبيقولوا يوسع الطريق وهو مش راضي فبيصوي الأوتوبيس وبيقع بيه من فوق الكبري وبينزل في النهر وللأسف بيغرق فيه وبعدها شاينة بترجع الهند وابو ديفي بيحكي لها كل اللي حصل وبيقول لها في يوم شاف اتنين بينتحروا قدام عينيوا معهم جواب وبيعرف انهم كانوا أسرة سعيدة وفي يوم بنتهم جامكي بتفقد الوعي والدكتور بيبلغهم انها مصابة بورن في صدرها وساعتها باعوا كل أملكهم وللأسف مش مغطية مصاريف العلاج فقرروا ينتحروا علشان مش هيقدروا يشوفوا بنتهم بتموت وتاني يوم بيروح لجامكي المستشفى وبيفتكر لما كانت بتاخد منه فلوس علشان تتعالج وبيكون زعلان جدا وصعبان نفسه عليه وبيروح يحضنها وبيفضل يعيط وبيفكر ازاي ساعدها وبيرجع البيت وبيخلي أبوي اكتبله شيك علشان يعالجها وبيروح يبيع العربية بتاعته وبيتنزل عنها وبعدها بيوصل لمسئول الصحة شيف وبيحكي له كل حاجة لكن بيرفض يساعده وبيعمله طريقة وحشة وبيديله متروبية وعايزه يمشي فبيقوله أنا عمري ما هنسجميلك أبدا وبيسيب المكان وبيكون متضايق وزعلان جدا فبيروح لعضوة المجلس اللي جاوز بنتها غصبة عنها وبينزل تحت رجليها وبيفضل يعيط علشان تساعده وفي نهاية الأمر بتديله الفلوس وبعدها الدكاترة بيعمله العملية الجامكي وبتنجح وهو بيدخل عليها وبيكون فرحان جدا ومش قادر يصدق نفسه وعمل بيعيط وكأنه تولد من أول وجديد ولما بيخرج بيلاقي أطفال كتير جدا قدامه عندهم نفس المرض والدكتور بيحكي له ظروفهم فبيكرر يخلي متعيته الحياة في الحياة هو إنه يعالج الأطفال وبنرجع لوقتنا الحاضر وبينلاقي ديفي عايش بعد حدثة الأوتوبيس وعمل بيرقص وبيشوف الزابط قدامه وبيعيده قريب جدا هيقبض عليه فبيقوله يوم 14 الساعة 12 هسرق 500 مليون من صندوق الحزب وما حدش هيقدر يمنعني من أن يعالج الأطفال وساعتها بروح لشيف وبلاقيه موجود مع فلوسه وخايف جدا عليها وبعدها ديفي بيوصل للمكانه وبيفضل يضرف كل رجالته وما حدش منهم بيكون قادر عليه لكن في نهاية الأمر بيقع على الأرض وبيفقد الوعي وشيف بيدخل وبيلاقيه قطع النفس وكأنه مات لكن بيتفاجئ النواية فراوه لسه عايش وبيخليه شيل القناع اللي موجود على وشه وبيقدر يتعرف عليه وبيقوله أنا اللي رفضت تساعدني وداتني متروبية وبلغتك وعمري ما هنساك وساعتها بيدرب رجالته كلهم وبيقدر يتخلص منهم وبعدها بيمسك شيف وبيرميه بعيد وهو بيتكهرب ووقتها بيفقد الحياة وبيموت وبعدها بيسلم أبوه الفلوس علشان يخرف في اتجاه وهو يشغل الشرطة عنه وفعلا بيطلع يجري قدامهم وزابط مسك السلاح وعايز يموته لحد ما بيلاقي أطفال كتير جدا قدامه وبيعرف انهم رايحين يصلوا علشان المقنع اللي بينقص حياتهم وديفي بيكون فرحان جدا بساعدة الأطفال وتاني يوم وزير الداخلية بيستبعد هيمانشو من القضية وبيكالب بيها ظابط جديد وبيتشف وقتها ان هو ديفي وبيفضل يضحك ومش قادر يصدق نفسه وديفي بيقوله أنا بحب الإصارة ولاقيت متعتي في مساعدة الأطفال ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل الشرق لقناتنا فيلم فيحدوتا وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد